اللي حسب من المقابلة حسب رأيي هو الروح كنت تحكي عليها طواء واللي هي ماشي جديدة على المنطقة بالجزائر المنطقة بالجزائر كان ديما يقاوم بالروح حتى هنا يكون في أضعف حالته هذا شيء من ميزات المنطقة بالجزائري وأعتقد أن المسألة هذه زادت مرت من خلال روح بالماضي وروح بقرة الاثنين اللي معروفين دي جوار بقرة معروف أقبل معناها جوار متاع جرينتون يعني حاجة موجودة في شخصه المنتخب القطري أعتقد أنه يتعامل مع هذه البطولة بمشروع ومشروع المنتخب القطري صحيح هو كان يعول على الفوز بالبطولة ولكن المنتخب القطري حسب ما ألاحظ أنا من كأس آسيا إلى حد الآن نعم أن هناك تخطيط لإعداد منتخب مونديالي منتخب سيلعب المونديال هذا المنتخب الذي سيلعب المونديال سيواجه أكيد على الأقل زوز في رقم المستوى عالي جدا لا يمكن لهذا المنتخب القطري أو أي منتخب عربي أن يلاعب منتخبات في مستوى إنجلترا وفي مستوى الأرجنتين وفي مستوى البرزيل وبالتالي يجب أن تعد لها الخطة من الآن حتى تكون المواجهة إن حصلت في تكافؤ ويمكن أن تحدث مفاجأة سارة أصلا ما لاحظتوا عن مستوى القطري لماذا أقول هذا الكلام؟ أن هناك تغيير في طريقة أداء المنتخب القطري المنتخب القطري الذي لعبه كأس آسيا ليس نفسه ليس هو المنتخب أحكي على الأسلوب يعني تغييرات لعبين عادية لحتى اللعبين كان بعض اللعبين تراجع مستوى بقطع النظر هناك أنا أتحدث عن أسلوب اللعب المنتخب القطري كان يقول فيها الأخ نظيم وإحنا داخلين على الستوديو كان يعتمد نظاما جديد في اللعب أساسه التغطية الدفاعية واللدغ بالمرتدات صح ونجح في هذه البطولة إلى حد مباراة الجزائر في مباراة الجزائر لم ينجح في الفوز لا في اللقاء لم ينجح في الفوز والفوز هو التوفيق والتوفيق من الله لأنه كان في مواجهة فريق تكتيكي يعرف ويدرك كيف يتعامل مع الخطط هذه ليس فريق فطراوي هناك من يلعبون بالفطرة البعض سي عبدالباقي يقول بأن المنتخب الوطني تفوق فرضياته عنده بالليلي عنده بنجاح عنده براهيمي عنده خبرة مبولحي وخبرة أيضا بالعمري البعض يقول بأنه المنتخب أصبح منسجب لأنه هذه اللاعبين أو كوادر الفريق مواهب يعني حتى الموهبة عن هذا المواهب هي التي تقلب الطرح كما قولوا احنا تستحق في قلبنا الطرح الأهم من ذلك في مستوى المنتخب الجزائري هو النضج التكتيكي واستعداده لاستيعاب الطريقة القطرية صح وصدها ومنحها من أن تفعل بقطر من فعلته بالإمارات قرأ جيدا المنتخب القطر بالضبط هذا هو ما حصل هاي المباراة كانت متكافئة إلى آخر لحظاتها بكل صراحة المنتخب الجزائري القاسعوبات المنتخب القطر هي القاسعوبات وهذا يبدي مستوى المنتخبين ولكن في الأخير حسيمت بالمهارة الفردية كما كنت تحكي البنانتي والتوغل اللي جاء بالبنانتي يعني هذا كله خبرة ومهارة وهذا ما أعطى الأسباقية والتوفيق للمنتخب الجزائري أعتقد أن ما حققه الجزائر ليس غريبا على الجزائر وهزيمة قطر لا تمس من قيمة منتخب قطر وأنا أحيي المنتخب القطري على ذكاءه في التعامل مع الأحداث وليواصل هكذا لأنه الأهم بالنسبة لقطر ليس النجاح في التنظيم فحسب ولكن الحضور الرياضي في المونديال سنة 2022 يجب أن يكون في مستوى هذه التضحيات التي تبذل من أجل مونديال تاريخ ترجمة نانسي قنقر